اشتركوا في القناة او اللون السمون الغامق زي ما احنا بنقول تمام؟ اضيفت كمية من الاصفر وكمية اقل اه مثلا بخمسة وعشرين في المية اه من لون احمر وظهر معايا اللون المشمشي اهو او اللون المنجاوي او اللون السمون الغامق تمام كده اهو طيب الكمية التانية دي انا هعملها لون اخضر جنزاري بضيف اللون الاخضر للجنزاري وطبعا الملاونات دي كلها موجودة في السوق يا جماعة يعني معروفة اللون الغامق واللون الفتح يعني فيه اغدر فاتح واخدر غامق الاخدر الفتح بيديك الاخدر اللي هو القلب الخاصية والاخدر الغامق بيديك الاخدر الجنزاري زي ما احنا شايفين كده على الشاشة بعد ما لونت الكميتين اللي انا محتاجهم باخد بقى اللون الاولاني وببهدهم بيه الحيطة بتاعت الاساس بتاعي هيبقى اللون تمام كده بدهن الجدار كله وشين وبعد الجفاف ببتدي بعمل الشغل بتاعي طبعا الديكور بتاعي النهار ده يعني الناس كتير نفذته هو سهل يعني ومعروف ولكن كل واحد طبعا بيحاول يطور بالفكرة اللي تخطر على باله تمام فان شاء الله ربنا يكرم بازن الله وتقدروا تنفذوه بسهل ايه بالنسبة لكم طبعا الارضية اللي انا كنت شغال عليها دي ارضية مط طبعا هو لون رمادي انا كنت عامل مبطن به الحيطة وبعدين ده انت عليه اللون البرتقاني الاورنج ده او اللون المشمشي بعد الجفاف بجيب اللون الجنزار اللي انا عملته وبخفه بخفه بخليه سلس يعني ما بخلوش ايه تقيل بخفه خالص بالمية وبخليه سلس وباخد حتة قماشة او حتة سافنجة وابتدي افرد اللون عشوائي كده وامسح في اماكن وايه اه واخفف في اماكن كويس طيب ممكن برضو بعد ما خلص لو لقيت ان اللي اخدر مثلا غالب او انا مثلا عايز اكشف شوية في اللون الاورنج اللي تحت ممكن قبل الحطة اماية اكشف بيها او اجيب اللون نفسه اللي انا كنت شغال به الاولان اللي هو الاورنج ده وابتدي اه يعني اعمل به في حتة كده ايه اه يعني امسح به او اسايح الالوان على بعضيها من خلال الالوان اللي انا شغال بيها ده سواء الاورنج او الاخدر الجنزاري طيب بعد ما خلصت والجدار بتاعي نشوف بجيب المتر وبقيس مسافة خمسة وعشرين سنتي وحط نقطة وبعدين سبع سنتي وحط نقطة يعني خمسة وعشرين سنتي وبعلم علامة وبعد سبع سنتي بعلم علامة كمان طبعا اللي هيتعمل في الجزء اللي فوق هو اللي هيتعمل في الجزء اللي تحت ونفس الحكاية في اليمين وفي الشمال هيبقى نفس الموضوع تمام كده باخد من نفس النقطة من فوق بقيس اه خمسة وعشرين وحط سبعة لحد ما الجنب بتاعي يخلص على كده تمام كده طيب اه بعد كده بجيب الاستيك علشان اعلم العلامات دي. انتو هتعرف دلوقتي انا بعلم العلامات دي ليه? كل النقط اللي انا عملتها بشد عليها استيك. زي ما انتم شايفين. الخمسة وعشرين والسبعة سنتي. اهو بالطول وبالعرض. باخد العلامات بتاعتي بالشكل ده ومعايا المعلم محمود غريب اهو منورني. بشد الاستيك معي. تمام كده? اهو. اه طبعا لما باعلم كده بيظهر معا مربع صغير. تمام? بتبص علي ده محمود. اهو بص حضرتك. تمام? كده ظهر معايا مربع صغير هو زي ما انت شايف لو دققت هتلاقي فيه مربع صغير. اه سبعة في سبعة. وانا قصيت اه قطعة كارتون سبعة في سبعة زي المربع بالزبط ونفس المقاس بحيس ان انا حطها وظلل عليها المربع بالشكل ده. طبعا في ناس بتدهن المربع كله بالبوية بس انا ما بحبش هدهنه ايه كله? زي ما انتم شايفين كده انا يا دوبك بس بحدد المربع لان المربع ده هو هيبقى الدليل بتاعه اللي انا هشتغل عليها. في ناس كتير بتشتغل بفرما بيعمل فرما خشب ويحطها ويظلل عليها من هنا ومن هنا ولكن انا بالنسبة للموضوع ده بصراحة بيكون ازبط من موضوع الفرما. طيب جبت حيطة قماشة مبلولة ومساحت بقى الايه العلامات اللي انا عملتها بالاكسيد. زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعدين بجيب ايه اه قطعة كارتون او قطعة خشبة. طبعا الخشبة افضل لان انا بقدر اخرم فيها الشينيور. اه الكارتونة بتفات فيها. فبعمل فتحات بالبونت اللي اربعتاشر اه بين كل فتحة وفتحة اربعة سنتي. ومن الحرف لحد الفتحة دي اتنين سنتي. يعني من بره من على الحرف بتبقى المسافة اتنين سنتي. وبين كل فتحة وفتحة اه اربعة سنتي. تمام كده? بجيب بقى القطعة الخشبة اللي انا فتحتها دي. وبقى اجي حطيتها على الحرف من تحت. بص انا بشاور لك بقولك مرة هزلل من تحت المربع ومرة من فوق المربع. زي ما انت شاف كده زي ما بشاور لك اهو. بحط كده قطعة الخشب. وبظلل عليها من تحت كده بتقل في الخط الاولاني بتقل البوية وباطلع على خفيف. بحيث ان الظل يجي مسحوب يعني ما بقاش ايه متحدد. تمام كده? وبقى اجي بقى في الفتحات دي وابتدي اه ارش جواها البوية بتاعتي بحيث ان هي تديني اه شكل يزهر معايا في الاخر ان هو شكل دبابيس اه او شكل مصامير حديد. تمام كده? طيب. طبعا هو الشكل ده بيسموه ضفيرة او آآ نسيج. لكن النهاردة عملناه احنا بحس انه يعني يدي احاق ان هو حديد او آآ شغل قديم اكسد آآ مجنزر زي ما انتو شايفين كده. اهو. آآ باخد ظل فوق وظل تحت يعني بين المربعين مرة فوق ومرة تحت زي ما انتو شايفين. اهو. وهنزل على الخط اللي تحت اعمل عكس. بعد ما شيل الخشبة هتاخد بطبال حضرتك انا اقصد ايه? اهو. انا شلت كده وهاجي بقى من تحت هنا بعمل عكس. بحيس ان الظل يقبل الظل. تمام كده? اهو. باجي في الفتحات ودي ايه? البوية بتاعتي. بيظهر معايا بالشكل ده. تمام كده? هنخلص الاجزاء دي كلها وبعد كده هاخد بالطول. نفس اللي انا عملته بالزبط. آآ آآ بالعرض هيعمله بالطول برضو. بحط قطعة الخشب على وش المربع كده. اهو. وببتدي ازلل وانا داخل على جوه. تمام كده? اهو. والعكس برضو هيخلي الظل يقبل الظل من ناحية التانية. والآآ الفتحات دي بتتظلل بس بتبقى داخلها جوه آآ المستطيل بتاعي مش بتبقى يعني مش بتبقى جوه الظل اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام كده? ببتدى يظهر معايا الشكل سري دي. طبعا ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو علشان آآ يوصل لكم مننا اي فيديو ان شاء الله نعملو اي جديد يوصل لكم آآ وان شاء الله تستفادوا بيه. تمام كده? فلو حرك اول مرة تشوف قناتنا. اتمنى الحركة تشترك عندنا في القناة. اهو بقى بالشكل ده زي ما تشوفين المنطول سهل جدا جدا. في ناس ممكن ما تقدرش اشتغل مسلا بالمسادة الصراشة ممكن يشتغل بعلبة سبريه. تمام? طيب بعد ما خلصنا آآ بالشكل ده. بابتدي بقى اجيب اللون الاورنج اللي انا كنت شغال به وبجيب قطنة زي مسلا قطنة الودان. آآ وابتدي اخد وحط نقطة كده جوة الدائرة السودة او الدوائرة السودة اللي هنعملها. بحيث انها تزهر معي اكنها آآ مصامير او دبابيس حديد. تمام? اتمنى رب الفيديو يكون عاجب حضراتكم. وما تنسوش تدعمونا وتشتركوا في القناة. واتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك الفيديو علشان يوصلكم منها كل جديد. اشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واخوكم غريب محمد من جمهورية مصر العربية.